أصوأ المنتشرة أظهرت بشكل واضح سخدام تركيا في سوريا لهذا النوع من السلاح المحرم دوليا فما هو الفوسفور الأبيض؟ الفوسفور الأبيض قنابل عبارة عن سلاح يعمل على امتزاج الفوسفور مع الأكسجين الفوسفور الأبيض هو عبارة عن مادة شمعية بيضاء مائلة إلى الإصفرار له رائحة تشبه رائحة الثوم ويصنع أساسا من الفوسفات وهو يتفاعل مع الأكسجين بسرعة كبيرة منتجا نارا ودخانا ذي لون أبيض كثيف في حال تعرضت منطقة ما إلى التلوث بالفوسفور الأبيض يترسب إما في التربة أو قاع الأنهار والبحار أو حتى على أجسام الأسماك عند تعرض جسم الإنسان للفوسفور الأبيض يحترق الجلد واللحم فلا يتبقى إلا العظم القذيفة الواحدة من الفوسفور الأبيض قادرة على قتل كل كائن حي من حولها بقطر 150 مترا واستنشاق هذا الغاز يؤدي إلى ذوبان القصب الهوائية والرئتين الدخان الذي تخلفه قذيفة الفوسفور يصيب الأشخاص متوجدين في المنطقة بحروق لاذعة في الوجه والعينين والشفتين الوقاية تكون بالتنفس من خلال قطعة قماش هي تكون بلولة في الماء سخدم الفوسفور الأبيض للمرة الأولى في القرن التاسع عشر عندما قامت أمريكا بإدخاله في قنابل الهوين وبعض الصواريخ فيما تقول مصادر أن صناعة القنابل الفوسفورية ظهرت أواخر العام 1916 وكان ذلك في بريطانيا توهمت واشنطن باستخدام الفوسفور خلال حرب فيتنام وأيضا في الفلوجة عام 2004 كما سخدمته إسرائيل خلال اعتداءتها المتكررة على قطاع غزة بالنسبة لاتفاقية جينيف فهي لم تحرم سخدام الفوسفور الأبيض في المعارك والحروب لكنها حضرت سخدامه كمدة حارقة على المناطق الآهلة بالسكان